وشكل البرج زي شكل خشمي خلق خلق أعني بخلق والله إذا صار عندي فلوس ما أسويه بشكل خشمي وأكتب فوق in your face وبالله اللي يقطب أوقفه فوق البرج عشان نكهلة مدري يبي يوقف اللي يقطب فوق البرج يا أهلا وسهلا معكم عبادي بودكاست وش السالفة يجيكم من مايكس وكوميدي بود يعني بنسولف بنسولف عن الأحداث اللي صايرة فترة أخيرة كل أسبوعين بيجيكم حلقة إن شاء الله عاد أنت وشطارتكم كل ما زادت الأحداث كل ما سولفنا أكثر بيكون معي ضيوف اليوم معي وسامة بازيت أهلا وسهلا بدينا أنا شوف حريص حريص كل الحرص أنا ما أبين إن بدينا عشان ليش الدخل السموذ يا أخي أنا توقع نقول هذا السبب سويت بودكاست عشان أقول بدينا أوه شباب بدينا بس أبغل لقطة بي حين تقل تمشي حلا يعني كل هالمقدمة هذي ما حد انتبه سرح إنما ما انتبهين أسامة ليحيا حيا حالو الله كل حال الحمد لله نورنا يا أبعدي والله بنورك حلو الجمالي والله عامل الشغل عاجبني صراحة هذا بوجهين اللي يجي صح الله الله سأقلبه لا 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 محتاج يعني كبير لا فلس الحلقة فلس الحلقة نغير الجو على نفسك أي صيد الضيف ثاني ممكن هذا المستوى بكل أعلموني بالحلقة أي معنا برضو بيكون معد يلا حيها حالو الله حياكم عرفنا بالله عن دورك الاسم والوضع اجتماعي ايش 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 لأيش انت جاي تتخطب ولا جاي عرفنا عن دورك وش سنجل يعني في حالة سنجل اي اي براون راح أكون معد أو راح أكون المصحح اللغوي والمعلوماتي في واحد يهبد اي واحد كيقترع شي من كيسو لا يا عيال ما اتفقنا فأنا جاهز بوضع تعشير ابو انت تتكلمت نيقلت لي بودكاست ونسولف انا جاي نسولف جيبي واحد يدقق عليك وبيدقق وراك الكلمة قولها والله انا اخترته بعناير طيب احداث السنة مبدئيا بداية 24 متوقع ان فيها كذا احداث مبدئ يعني بادية سخن زي ما يقولون وش عندنا الليلة معدنا الكريم براون عندنا فقرات رهيبة راح نتكلم بداية عن اهداف السنة اهداف سنة 2024 اذا انتم من الناس اللي تحبون تسوون اهداف نيو مي وبعدين احنا نتكلم عن المواضيع الترندية مؤخرا سي سالف تفران حطب وراح نتكلم عن السوبر الاسباني وكاساسي حلوين حلوين 24 بداية كذا انا عندي اول تعليق في بداية 24 الاهداف صراح اللي يحط اهداف في بداية 24 يعني حلو ان تحط اهداف بس ما انت بموليد لاس فيغاس فهمت اللي كنت تحط واحد واحد 2024 احط لسته اهدافي يعني عادي لو حطيتها في اربعة دلقاعدة فهمت اللي انت بتحقق اهداف احطها في اي يوم ابدا بعد العصر البكرة فهمت اللي مو بشرط ودايما ترى اللي يحطها بداية سنة حاسس ما يحقق احطها عشان دافي انها بداية جديدة يلا يحقق كلهم فيتنستان ما قدر اقول اسم براند صح اه نفس يسجلون في رمضان اي ليش لأس فيغاس يعني مدري حسد 1.1.2024 ماي ويشلست ما ادري احسفيها يهمي ب1.1.1446 شفت يعني مثلا الجمل يتحسب كذا جا اي لا لا ترى جايك من العراقة أنا في 1445 صح اي انا اساسا جايي اخي كيف عرفتني موظف حكومي رواسبنا الآن تنزل بهجري وكاش غالبة لا يعني لا أدري خلال الناس تضع هداف يا أخي لأن شفت لما تفتح صفحة جديدة لا تسوي في الدوام أنا سويها أجي كل يوم أشوف اللي استحكت مهام أمس ما سويتها انقلها صفحة جديدة وأجلس ما سوى ما تسول ولا شيء هني يوم أفتح صفحة جديدة تحسن أنك أنجزت أنت ما حطيت الأهداف يعني بس أنجزت أنك تفتح صفحة جديدة كل يوم هي صفحة جديدة لا نكتبها عن نظافة لا لا بس أنا دقيقة أنا سألتك سعب انت حربت منها أنت قاعد تقول أنت عندك أهداف لسنة 24 أنا صراحة حطيت لستة أهداف لستة أهداف لستة لستة عادية أقدر أخلصها من التميمي يعني لستة القاضية يعني شفت أن أستحط لستة قلت نحط لستة ندومي أغراض بس حطيت لستة هل كان سير واحد من الأغراض هذي؟ هل كان إيش؟ السير واحد من الأغراض هذي؟ لا شخصاً يا شباب الموضوع عشان قلنا الجمال يتحسس توقّق الجمالي؟ ما ينسى عزيزي أسامة عد عام لعد لعد البس الجمالي عد عام القبل توقّع السنعالي أه نتعشان كذا يا أخي الوسائل ها؟ لا ترى أنا مع الثقافة أمشي معك أليك أشو أنك لاحظت؟ لأن بعد شويلة ما أحد لاحظ كان برك عشان يأكل المعدة أعطانا شي ذاني صار بعد داية السنة حق تغريدة أفران الحطب اللي أعرس أو بيعس ما أدري هو أعرس يعني ضروري وعطوه ديدلاين إلى نهاية 24 الله يوفقه يا أخي أنا قلت أعطك أنه أنا أتعرض للضغط كبير من والدة لين شفت وضعه بسكين طب خلني شرحه سالفته قبل هاي وسالفته بالنسبة الناس ما تح هذا واحد دخل أفران الحطب دخل أفران الحطب مصور تويسر وين كتب كتب خيالات وكذا اللي أتمنى أني أنا متزوج كلام عادي جدا فجأة ردوا عليه أفران الحطب أبشر خمسين ألف إذا اتزوجت ومعمول لمدة السنة مين يحتاج معمول لمدة السنة بعدين قام بساطة رند طلقني أتزوجت ومعمول إن شاء الله إن شاء الله أنا حسرا لك ياك المعد تعبان المعد فكرة لا أتزوجعي مع علا طول أهم جمع بساطة رأى الصور صوري في العلى انت أتوقع رجعت من العلى ضع السلام أنا نساء مغامل أحب مغامل رأسك تدري اسفضل اقول شي هذا ما كان كل هذا بيصير لو إيش لو عنده دائري كتبك دائري قعد لك على دائري خلك يلا أنا آسف، فاجأتني، فاجأتني أنت من النوع اللي تكتب دير جراختها مرة واحدة صرت أنا من النوع هذا لا تصنفني ولا تقولبني لو سمعت ترى لو أيدناك أقال إيه أنا اللي ملاك ترى، أطلع لكم الدكتر فالرجل تفاجأ نرجع محور حديث، فالرجل تفاجأ و جاتوا كمية هدايا، فلوس كم؟ مطادخ بأنك معد تعطيني بس كم للمبلغ قبل السؤال وبعد السؤال أنا فعلية، إلى العنش غال موضو؟ ما زال الشعطان؟ عبايات، 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 وصاروا يتحدون في بعضهم يقولون مو بضرورة تزوج حتى لو ما تزوجت حلم لديك آثار الموضوع حياط ايه فأشمغة، ضغطة بايح، ضغطة متخين، عنده ديجلين يعني لو لقاها يوم 30 ديسمبر عام 24، توقع يمدي في يوم واحد يطلب تمديد دير أفران الحطم والكثير من البراندات بس ريخي حظوص، سبحان الله، كيف يعني؟ وأنا معدي مشكلة معه، يعني هو خلص حظه غالبا، توقع يعني الله عين زوجته، انه خلص حظه خلال السن هذه يعني بعد كده عرفت اللي هو خلص حظه بتغريدة هذه ايه، أتوقع خلاص بعدين عنده مشكم مع الناس اللي اللي قاعد يحسدونا، مو بيحسدونا اللي وش تستويدي إذا خربت، عرفت العالم تعاطبت معه فاحد هذا تدري زي مين؟ هذا اللي شايف واحدة حامل في مسلسل يقولت أنا حاطين مخدة نادري نحاط مخدة يعني خلاص، أنا قدير نمبسط بالله بس شيء مختلف إن هذا فعلا يعني شيء حقيقي الرجال صدق اللي سوات أره مو بإعلانه بشيء، اصدفت معه مية بالمية توفيق، توفيق، ما شاء الله ما شاء الله، أنا كبير أنت مقتن عندنا إعلان؟ لا لا أوكي، أنت مقتن عندنا؟ لا 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 ما شكرا لك شاركت أنت، أرقني قريت الكوميديموت تقدم لك أنت في العروسة تقدم لكم نكة مجانية إذا اتزوجته في 2024 لأنا أكثر سيضحكني يوم طلع صورته، يوم طلع شكله اللي في واحدة كتابة ضحكته قالت إيه الحمد لله طلع الدب وشين هذا هو لبس كمامة يعني طب ليش طيب؟ طلع حلو بتنكر، يمكننا متزوجة هي ولا شيء ما أعرف يعني أنا استغربت صراحة من المشاركات الغريبة يعني شفت برانت سعودي حق هديات ومش أعرف يقول لك هدي أنت زوجتك موش أغرب شيء؟ أغرب مشاركة؟ أغرب مشاركة؟ مشاركة عبد الرحمن الطيري اللي قال ما سويت أغطية لعرسك أحلام، قالت بغني في عرسك هذي مشاركة رهيبة هذي نقدك أحلام تغني في عرسك لهم إن إن شاء الله رأي الأفران الحطب له أساس المنزل أتوقعي الرجال أنا كنت منصدم من شغلة أنا كنت أتوقع من تغريدات إنه يعني واحد من المراهقين حقين تويتر بس طلع الرجال كبير رجال عمره 28 مدلج الساعة وعشرين يعني على وش زواج؟ على القرطب أصب عمره؟ ايه، وكان سبحان الله رزق من رب العالمي يقول كان عاطل ففي واحد من الشركات الدعم قلت بنوظفك أوه، أوكي، وش ماهلاته؟ الشركة؟ استشارات إدارية يصبح كونسولتنت وش عمي؟ يبيع سلايدات يثبت لك لأي درجة أنك تكون كونسولتنت ما يحتاج أي شيء أنت مين؟ أنت تكسب تغريدات؟ تعال، يمديك كونسولتنت سهلة هاي، بس أحلات يا رجال يكون راية بس؟ بس توقع؟ في المعمول يعني مهومة في تخصصة استشاري معمول أول كم جمع مبالغ معدلة تقدر في تحضيرها؟ الرقم؟ يعني مو مباب حسد الله يوفقه إن شاء الله، بس نبي نعرف تقريبا حول المية وعشرين بس؟ بقعت خير تكلم طبعا بالإضافة لأشياء الثانية مطابخ، عباية، قهوة، مية وعشرين كاش لحظت أنت قال مطابخ عباية بالنسبة لها كلها لا فينا بعطوها عبايات صادمة هذه هدايا الحرمة في خطابة تقول عندي البنت لا في خطابة تقول أنا في خطابة قاس من عندي الكزوجتين خطة تقاعد سطلة لا حلوة إن شاء الله عمية وعشرين بداية مية وعشرين ترى كدفع يعني كده تتدفع الرجال كانت نشتين مو سوئي لك ما توقعت تتزوجك إن شاء الله نحضر زواجها يا عيالك أنا أنتظر والله شركة سكنية أو تطوير عقارية يعطونه شقة أه أه والله توقعت تلصة طيب تتوقع يشرطون عليه شوف شوف ما عليه شوف من قصة أسامة ذا الله عشان يظونه الزد تتوقع بعرسة بيعلقون كده لوغو كل البراندات اللي شاركت أنا أظن الصف حق المعرس يكون طويل كلهم واكفي ماء ممثلة فران الحطر ممثلة مطابخ ولبسين اليونيفور لا أتوقع هو يلبسونه لبس معمولة أو شيء عرفت لي قاعد لابس كلنا معمولة جاهز السواء اللي يلبس معمول يطلع ملكي لا ما توقع يعطونه سهلات كده يعني فلا نحضر نحضر زواجها الضروري يعني هم أعظم بعد هاللي صار بيعزمه بله ما يحتاج إذا ما أعزمك تقدروا تشوف العرس بسناب عبد الرحمن طيري في كل مكان هذي الرعاية الأفضل قالك بسويك تغطي يعني العرس والله يا أخي حلو بلك الناس تدفع ترى عشان تجيب أحد يغطي يغطي عرسك ليش محل أنت تبي زبائن وش تسويق لزواجك شاركوني الناس الأفضل زواج صراحة يعني طيبة أنصحكم بهذا الزواج هناك كود خصم إذا حضرت الزواج على طريق الأفراغ لو جات كنت لو أنت كتب تغريد يوم طفشان دخلت أي مكان خنقول خنقول والله دخلت أي مكان وغرت حق الطفش وانهلت عليك العروض هاي بتوافق ولا بتقول الكرامة والعزة والفعام تقصدي ولا بتقول لي يا رجى أخذ الناس كلا تذين عنه وعند كرامتي السلام عليكم بصحة بروستد أجيبة يعني حرق ولا عادي هذا يفرق بتوافق صد؟ أقول لك خطسي أقول لك ما بقى بوزيشن ما سويته للصورة حق برينجلز طبيعي عشان سيارة يعني أحس لا بس ترى بالزمن حقك كان كانت عندك نية ما أحد يدي تلاحظ يوم صح أنت كنت تحاول تخبي الموضوع حاصل تخيل أنك صرت ترند الكل يعرف اسمك لا وما يعرف كسابة زيد يعرفك رائي المعمول يا أخي أنا متلش مشكلتي ومشكلتي مع ما بعد ما بعد الشهرة اللي هل يعني طرح بدي يسوي إعلاناتك لا لا خلك من الجانب الإيجابي اللي هو أنا تزوجت خل ما بعد زواج قول الزواج وانت جاي تخطب وانتكلم بوها اللي وش يشتغل هي أوليدي أنا رائي المعمول طال عمرك ايه لا يقولي وش يشتغل افتهنا تويتر ايه تشوف شوف طال عمرك كان زونا هذا هودي من البراند السعودي جاي بلك او جاي لا لا ما يقدر يجي فيه ايه لا لا صحيح شو بيستلم لهشي هذي بيجي بشماغ سيار برضو راعينا اه اوكي برضو عطوه ايه شيفا شماغ بس مش تحس طيبا برادات شمغة عطوه يعني وش المطعم اللي ممكن انك تداول الممكن تعلينها او ممكن انت تتصور فيه تحس انها أحس انه بيتفاعل معي ايه مطعم تحس كذا ليش قطرت مطعم يعني يكدوا عنا شوي بسم الله هذا اشياء شخصية لا صدق يعني تحس مكان والله والله انا فيها مشاوي عراقي مطعم حمص ايه مشاوي لا مشاوي عراقية يعني يحبون زباينهم بشكل يرعونهم يقدمون لهم بكل حب وبكل يعني يقدرون زباينهم مرة احس لو يوم الايام غررت عنهم ويقولون زواجك علينا امشر احسوا هم كده يقدمون هاي يعني يتوقع نشوقهم مدلل البيت مدلل البيت وكاد ديللك على فوق ومبيضينه واو جاب يوم انا كنت احس بفلتر لا لا هم يغيرونه في يوم بشكل وادرة مدلل البيت هذي كترند فترة شون يغيرونك والله يعني انت توقع يطلعونك شعر مادر من وين يعني يعني اعطيه الرقم باللعب كلا احتاج شي غريب فرو فريند اسكل فرو فريند اه قادي طيب معدنا يا اخي معد طيب نتخنسها لك قدامكم مشارك معنا وش تحس فيها بتعليلا مطعم او مكان تحسون ايش تصوروا يقوم حافظ بكم بعد احس اذا صورت تحس اذا صورت ايش اصورت زيت بترمين احس حيث الكون المور بس طيب سيارة هو صنع حالة في التغريدة هي اللي خلت فانت وش الحالة انت وياها اقبال ما اغيري لي زيت اه اتوقع شريكة حقيقتها رح تكون الانسان عانت فيها انسان ايش ايش تعرف الحركة ديك اللي تدخل السلكي وطلح اه اللي تبحث الزيت اي اي اوه احس كده هتفتح باب بترمين محطة اه اندريس 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 هذا المدقق اللغوي يقول لك بس والله فتحت له باب صراحة كثير انا كنت متوقع فجأة الناس يردون عليه قلول له شهر العسل في القمر على عس هذي نكتر هذي نكتر فرضو نعم يعني صدق والله في احد قال الا في احد قال شركة من شركات طيران مدريش لك سفرة مدري لك شي زي كي تخير الا حقين السفر وش اسمهم؟ المسافر المسافر صبطوه وفيها حقين فروسية عطوه اشتراك طبعا لدي سؤال شوي ما عليش بس حقين فروسية عطوه اشتراك برونزي منفزني الموضوع ما عليش عطوه اشتراك ها يروح تركب خيل بس؟ بس خيل بغن برونزي نه؟ برونزي اه نفس اللي اللي على الكورنيش واحد بنغرب الاشياء اللي جاتها كانت استشارة حياتية ودراسية ومهنية من وافي عبدالله من هو وافي عبدالله؟ يعطي استشارات؟ يعني اصلا الرجال اللي يتزوج في حاله صارت مشاكل سمح الله استشارة بجانية طال الناس ودي يعطي بس ما يعرف يا حلوه والله يا اخي لاكس أنا ترى طائح لفترة الخيرة اسمع بودكاستات حق العلاقات وكيف تنشع تسمع بودكاست استشارة مع سارة؟ ها؟ مين استشارة مع سارة؟ ما عرفت بفجأة قمت هكذا العابية تكنسل بودكاست هذا حقهم حقهم نسمع استشارة مع سارة اللي هي كنبة السبت أيضا لا 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 بودكاستين مخسلفات أيضا كنبة السبت هذه كلها بودكاستات حريم ترى وكلهم حبا يبني بس الفكرة لا صدق يا اخي طائح فترة خير اسمع حقه العلاقات ومدرس كيف السيكولوجية الرجل السيكولوجية المرأة فيا اخي شرايك بالله؟ يقولك السيكولوجية سيكولولو معدة انا اذا قمت اهبد وش السيكولوجية؟ طرح انا عبد المفين خلص بيت حلينا اقولك شي بس اسمحوا لي حتى لو المذعي هبد وقفني تكبه يعني اي عادي يهبد وقفني السيكولوجية هذي صح؟ قول معايا سايكولوجي سايكولوجي جاء عاقب نص الكلمة فبالعكس يا اخي حلو الاستشارات انت تحتاج الاستشارة حس انا شايف علي شي ولا وراه؟ والله بس جدا عليك انت تحتاج السيارة بشكل عام حسيتني صرت موقف تبرير اللي لازم ابررلك لا والله انا ما احتاج لا بالصدق يعني حقة الهذي يعني مهمة عرفت اللي عشان ما ينفصل انا معدي مشكلة هي مهمة وانا دخلت دورة قبل ما اتزوج وفعلا كانت مهمة نكتفها من الطرف الاخر بلا 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 انا مشكلتي مع الثقة الزايدة بالنفس ما هي سموناه هول اللي هو السيكوليجي الا 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 الاي اللي قدر نفسه بزيادة استحقاق استحقاق العال يا DE اللي تقول للا وقتي هاذا يسوى زي المبالغ اللي يدفعوها لك خلت انا بعطيك وقت اوواوا هذا مشكلتي مع الموضوع الكثر من اي شي ثاني شخصا يا عاكز اللي داخلك عامل الابن شيء غريب أنت عامل إبل لا على طالي الفلوس والهذا البزنس لا صدق والله شفت يزيد الراجعي بكم خده قبل فترة خده لوحة عشر مليون ما شاء الله يا واحد توقع صح معدلع يا واحد لوحة يزيد الراجعي عشر مليون يعني الله يبارك له يا رب الله يزيده ويبارك له ويرزق آمين إن شاء الله بس الفكرة أنه المزادات إلى أين أهمت يعني أنا لم أفهم صراحة أنا أحترامي أنا أعرف إن شاء الله فلوس كثير وإن شاء الله يوفقك ويزيدك من الفضلة بس فهمت قصدي يعني موحة عادي أعطي تبرير في عندك مبرر رأي لك أنا عندي مبرر ويمكن أنت قد ترى صحيح وقد ترى خطأ الله الله لكن ترى أنا متقبل كل أراء لكن أتوقع أنه فيه استحقاط عالي فيه استحقاط عالي في الدائري وفيه فلوس هاي شيء قاب قابي لا أسلم يعني وهذه من شخصنا الحين أنتويا لا أسلم الحين الفلوس يعني صارت كثيرة عندناس كثير الحين إذا مشيت في الشارع كم مرة تشوف جي كلاس كثير هل قبل 15 سنة و 10 سنين هل تشوف الجي كلاس أو المرسدس بشكل عام بالكثرة هذه ما توفع أو ما أتذكر أنا على الأقل فالحين الهياط بالسيارات صار صعب يا أخي كل أحد مع جي كلاس كل أحد يجي استاجر لجي كلاس ويصف جنبي فهياطي بالجي كلاس حقتي ما يكفي فشون هاي أوه راح اللفل أعلى فالحين الهياط باللوحة هو الهياط الفعلي أوكي لأنه أوكي أنا تقدر تستاجر جي كلاس بس ما يمديك تشتري لوحتي أو تستاجر لوحتي أخي يعني شوية يعني بس كلها يندرج تحت معلش اللي يصعب خياط خياط ايه بالأخير فهمت قصدي أنا بالأخير يعني وش الفائدة من فلوسك ما قد تحيط فيها صد؟ يعني أنا ما أتفق مع الفكرة هذه لكن أتوقع تطفش مرة صار عنديك فلوس كتير وما أنت بقادرة ايه اللي وين ما صرفتها ما تحسن انك تشوي 7.8 مليون هذا سعر اللوحة هذا من بعد اللوحة ايه وش تسوي لك 7.8 مليون مبدين تشتري لي مبدين خليين أزتغيل وتشتري لي خليلي إنسان خلأناقول 7.8 مليون كم دايري تجيب لك سبعة بس ات كان عندك شي على اللوحة لا كنت بقول لنما أظن هذا التبرير اللي هم بيوافقون عليه أجل أنت بمجالس مشاء الله كلهم ايه وش رو عليك لا أنا أجرس مع اللي يركبون اللوح أنا معي مطلقة المزاد وش التبرير يا حق أنا ما عرف وش التبرير يعني ما أظن هم بيقول لك أنا وراء قاعد هايط بقدر ما أنه مو بأخ هايط هو بالأخير ترعة أنت تشوف أهياط ويشوف تميز اي أنا بيتميز بالأخير أنا رجال أحب التميز عشان كذا شاري رقم جوالي بمبلغ قدره 0-3-5-0-10-5 وسيارتي يعني مميزة ما هو بأي أحد عند زي سيارتي لو حتي بيه هم ميزة والله إي أنت لو عندك فلوش أسامة ومتصرفين لو عندك 80 مليار ألف صدق والله يعني وتحس شي ممكن يعني تكب فيه 10 مليون ولا ولا إيه بجي بصراح للاتحاد يا عمي هذا مشاكل شخصية بجي بصراح للاتحادات الشدوية الصندوق ما قدر يجيبه بس أسامة يقدر يجيبه والله بعدين من الصيف وهي ما أكله فيه ما أكله فيه من الصيف هو ترى من عقب مبارات الأهلي هو يقول يعني لو فيه أخبار بيجي الهلال كريب بدي يقول بدي يفوضون بدي يفوضون بصوتي بدي يرتعش بدي يفوضون ما كفهم ليمار سامة إنو عندك فلوس وين بت وين بصرفها والله ما أدري صدقة أنا ما أصر الفلوس أنا يا أخي ودي بياخت رعي بحر لا بس يا أخي ياخت يات اللي سمونا بالله بالله يات لا لا يات والله أوقف وش بتسمي الياخت حقك؟ والله ما فكرت صدق ترى لازم كل العنود ليش؟ شاري خيالهم لا لا حتى الأميرة واحد عسس إن فيه أكثر من واحد هو واحد يخوت الحورية ما دي بيش ودي عرفت اللي ودي أوقفها وفوق عندي مسبح وفيه ستلايت يعني أتفل بحر ليش فيه ستلايت؟ محطو الستلايت ستلايت ياخت ما دي عسس طبا ديش شرحي مين أنت راو لا عشان إذا طلع يتواصل مع الجماعة آه دا قصدك تسمونه والله عارف نوعك كنت لي تلبس قمصان فلامينغو ولا قطرة ما ينزل بحر بس طول الصيف هو في الياخت الله أمي والله حلو والله لأ أبقلك صح؟ لأ أبقلي ياخت؟ لأ أبقلك تعزمنا على ياخت حقك والله صعب الشباب برايفت سوري سناب عرضت ليش ما عندك عرضت ليش ربي مرزاق لك بس بلاي مرة ما هم مجال ويبتصيف إذا عندك يعني على الحسن ورني طاقمك قبل تيجي تفشني بلبس محر وشين لا والله يجي ثوب ستيري لا شفت ها طبس دراح مقابلة شخصية يعني هذا كيف يجي بالياخت صدق والله يعني نبي والله نبي شباب فنكي الله أبقل زونلي لا لا وين أنت؟ وسافر ما رأيك؟ دقيقة لا دقيقة كنت ناوي تجيب لي اخت في الرياض في أول خطوة انك تسافر ويوقفه بجده ويخليه واقف فيه اللي يسمونه المينة الجاف هذا مجال نحط فيه أخت حقك ها مش شو ذا صح الا الا صحيح با تطلبوا من أمازون يجيبونه لك لا أنا نحين شريت واحد علعب فيه في البانيو فإن شاء الله أكبر ما أجيب منك البطة الصفرات وزعلاني أكتب دائري فلا بس بسافر بسافر فيه على أوروبا بحين أقدر أدخل من إيطاليا أنزل على ما عليش يعني دامك بتافر ربا وش البحر اللي في أوروبا شيت يعني دامك راعي سافريات وابحة لا لا وابحة بحر العربي لاك بحر الأوروبي صدق وش يبيلها عندنا الأحمر عندهم الأشقر ياه وابحة واش يبيلها يعني وش بحر بيكون عندهم يعني مريف سؤالي البحر اللي في أوروبا البحر الأوروبي لا ياه اسمح لي أنا بقى وش البحر اللي في أوروبا لا بيظل المتوسط صدق فاصل علاني ايه توقع البحر أبيض المتوسط هذا معنده الجغرافي نقطة بضعف عنده شكله ايه واخد عشرين من المئة والله طب وصاما لازم تجاوب بصراح ما قادلك أنا لو عندك فلوس لو عندك فلوس لو لازم في شيء ودك كذا الصدق الصدق شيء برايفة جيت مثلا لا ولا اولا ما لابل برايفة جيت صدق صدق شيء ودي فيه ودي فيه يمكن يعني يصبح شيء سخيف لي كل أحد يسوي أدي أشتري مزرعة والله فلو والله أدي أشتري مزرعة وفتصر قريبة من رياضة من بعيدة سؤال انت كنت تلعب بالمزرعة السعيدة فيشبك صح؟ ايه الى اليوم عندي بالجوال والله محصول طماط شغال وكل ما لو قاعد يعني الجملي يبرر عاك قاعد يأثر عني انا انا تصراحة تتعلم شو ادي؟ انا ودي يكون عندي برج علي اسمي ليش؟ يا نرجسي يا نرجسي وشكل البرج زي شكل خشمي خلق خلق والله اذا صار عندي فلوس ما اسويه بشكل خشمي واكتب فوق ان يور فيس ايه وبالله الياختة بوقفة فوق البرج عشان نجهة مدري يابي يوقف الياخت فوق البرج السيتب دمر يقول وقفناك الزرايق 2 انا ما عندي مشكلة توقف الياخت فوق البرج واستخذي معك والله ايه والله ايه ايه والله انا عندي ترا جوي حلوة اللي في السفرات والله ايه ايه شو هارفت ذال لي كذا هارفت ذال لي ولى الجنسة ايه ايه بدي يبكي يلا يا شباب مو جاينا نعم ايه ما ليش المعد ايش بتزوي صار مع البرج ايه والله خانشوف المعدوه وش بتسويه جاتني بكي اكبر مبلغ شاهده في حياته 1200 ريالة والعباد اللي قدامك اشتني اثيوبيا اتوقع ما ادري احسن انك احسني عارف اثيوبيا اكثر منك لان يعني المحاصيل اثيوبية غالية مرة ايه صحيح وسكان ايضا وش كان عندنا بعدها ما يدفل صار في 24 عندنا برضو اهم خبر رياضي في الاسباعي الماضي في اول 24 ايه عندنا اهم خبر رياضي وهو بداية بطولة كاساسيا في قطر ومشاركة المنتخب السعودي وعلى الكثير من لاسلها والله انتم تعرفين عارفين مشهده صار شفت مشهده صار القليل بالحين اللي مانشيني مدرب المنتخب طلع تكلم في المؤتمر قال انه فيه لعبين قالوا ما يبوني شايم ها؟ والله لا مو بشايم شايم على منشيني والله والله انا مع اللاعبين الى انتظر الحقيقة يعني الحين حنا شفتنا التصريح من طرف واحد يعني الى وقت تسجيل الحلقة هذه ما فيه اي تصريح طرع من اي وكيل اعمال او شخص مسؤول عن اللاعبين احسن تصريحاته فيها جزء او شيء كثير من الكثب وترى له سوابق من شيء من الكثب والله انه سمعت ايام السيتي يعني كذب على تيفيز كان يقول عنه وانه ما يبيه لعب ومدري ايش هو لما قال ايام اتوقعت يقول ايام متوسط انه كان يدرس معنا اه تاريخ لا هو يعطيني الواجب وحلا غلط اه صادق وسام انه طلع الكلام على ما نشين انه صار لقصة مع تيفيز بس ياخي انا احس ان يعني فيه جزء من المصداقية يعني فهمت اللي وفيه يعني ما فيه دخان لقاتهم بغير نار مسحل يطلع يتكلم وفهمت اللي يهبد كذا بيكذب يعني اكدنا فيه مشاكل صارت فيه امور لكن الحين صارت تطلع يعني حاول يحمي نفسه يعني والله ترى هم ما قالوا ما يبون يجون اتوقعني شخصيته زبالة مدرب عالمي ايه على عيني وراسي طيب فيه مدربين عالميين يعني اقرابهم مورينيو شخصيته ما فيه اسفل منها بس انه مدرب بس يعني لا لا مدري انا عموما ما اخذ صف اي احد ما ودك شخصه مع مورينيو تخبز عليك لا هو قال منشيني لا انا خاله مدري يعني قال شيلها منشيني ليسه لا انا ما شفتني اذا انطلقت على اليمين يمكن اخذني ضهير جناح لا انا ما اخذ اي صف بس يعني توقيت يا جماعة بكرا مباق انا قلنسك الحلقة بكرا مبارك المنتخب صح يعني ايه زعلت والله انا ايه انا حسنت متفائل المشاركة هذه اه جدا والله انا انا متفائل انا انا متفائل عاد يعترف بعدم تفائلي بمشارك المنتخب مين عندك يعني لا يا علي معلش يعني فيه فيه منتخبات زي استراليا شي اليابان ملاقم من فيتنام استراليا سوت شيء في كاس العالم معلش بس انت نسيت حنا بكاس العالم ماذا سوينا وبقطر ففيه ذكريات الارجنتين ترجع عزة من العزة من اللفظ صديقي المكان يتذكر ماذا الصوت اللي طرع كل شيء غير مسؤول يعني المكان يتذكر امجاد سالم و اللي حاصر بكاس العالم تاريخي واستثنائي اعتقد يعني وعلى الوالدين واجتهاد الشباب اللي حطيهم العافية يعني و وشوفنا بعدها تخاذ المسي يعني ما قصر لا لانه شوفنا بعدها مكسيكو بولندا لا لا هذا اسمها الطيرا بالعجة لا لا طاروا بالعجة هم بسطوا على فوزهم على الارجنتين بعدها تخاذ كيف كيفك لا عندي تبرير مختلف بس ما نبي نقلبها تحليل ريالي تفضل لا أبي اسمع تبذيرك انهلكوا بدنيين في مبارات الارجنتينيا أين مباراة ترى كانت تف تكتيكين مباراة عالية عشرة عفصائد يعني كانت مباراة مرة لتمها عالي لدرجة انها كان متوقع ان يصير انهيار بدني في المبارتين اللي بعدها ومن هذا المنبر لا 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 سيطني لا بس صدق انا اشوف يعني اللي هلكاتهم بدنية يكثر بولندا لأ ومن سواهو مستوين هي كانت مكسيك بولندا ولا بولندا بكسيك بعدها مكسيك بولندا مكسيك بولندا وقدمنا مبارا قدام بولندا الظهر أفضل بمكسيك لا يقام خانتني الذاكر بس عموما أنا أشوف أننا أقوى دوري في أسيا نعم فمنطقة يصير منتخبك من أقوى المنتخبات يعني أنا بخاف من أثنين أستراليا واليابان نوعا ما فكنت متفاعل صراحة فزعل ثم صارت المناوشات هذه اللي هو لا نبكنا نبي بي والله معا لدي وشي اللي يخليني برضو ما أصدق زيادة عند أي لاعب سعودي أي رياضي سعودي تلقى أول ما يبدأ مسيرة الرياضية حلمي يا أخي أمثل الوطن حلمي أمثل السعودية حلمي أني ألبس لبس المنتخب ما فيه لاعب يبدأ يا أخي أنا حلمي ألبس الاتحاد ولا الهلال لا لا حلمي أمثل السعودية فمستحيل أن تجيه الفرصة هذه حتى لو أنها شيخ بطولة ودية ويقول والله أشوف نفسه ما في أحد يشوف نفسه على المنتخب ما تجي بالعقل وأنا زعلان ترى على اللي قاني يتكلموني يا أخي لاعبين وعقلياتهم على طول هاجم عقلياتهم ما ما هي ما تصدق شوف فيه دوافع خلينا نتكلم إذا بنحل الموضوع بشكل كامل صراحة فيه دوافع اللي هي الانتماءات أي يعني احنا ما نقدر نفصل بينها إلى حد ما أو بعضنا يعني من اللاعبين اللي هذا هذا أذكر عن نوافع عقيدية سلطان الغنام سلمان فرج سلمان فرج علي هزازي علي هزازي محمد مران محمد مران هزازي مع مين علي هزازي التفاق التفاق فأنت تتكلم على أنه فيه دوافع عرفت بعضهم بالانتماءات تأخذهم وكذا بس النصراوية اللي من الفرج والهلالية اللي من الغنان بس ما أحس بأرجع أقول لك ما سلحي من شيء يطلع يتكلم وما فيه فعلا شيء صار يعني الحين الصراحة الكرة على قوتف ملعب بالاتحاد السعودي أنه يطلع ويبين وش اللي صار بالضبط صدق والله لازم يعني إذا اللعبين لهم حق حرام أنهم ينظلمون بتصريحات منشيني بس عشان أكمل وإذا منشيني فعلا صادق في كلامه لا اللعبين يأخذون العقوبة اللي صراحة لأن شيم إذا صدق يعني شيم بالله شرايك في كلمة شيم 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 أسلام أش كنت تقول سلام لا أقول لي يعني خليني أكثر ما أصدق منشيني كان يقول أن سلطان غنام ما يبي يلعب يقول يا ألعب أساسية ما ألعب سلطان غنام كان يلعب احتياط في كاس العالم ظهر كان ياسر شهران مباراة الأولى بعدين سعود عبد الحميد ياسر يوعب يسار شهران لا نتكلم بأظهرتنا أه أشانا تذكرهم ونزل بعدين البريك في مباراة سلطان غنام لعب مباراة واحتياطي كان صادق توقع ممكن المعد شوفنا فما توقع أن عنده مشكلة يصير احتياط طيب لو أنت صدق يعني أنا قاعد أفكر السؤال لو أنت مدرب منتخب ساما خلنا بدأ منه وجاك لعب رفض يعني وش ردد فعلك صدق اللي نزل ناديت وكوشي وجاك قال لك سيدي شو بيسوي سلام عليكم بيكلم حمال صلاح لا صدق وش بتقول ردد فعلك ما قوله بحط لك بورج جمبي ومملوع من يخت عبادي هجاء بتكلم عن الاتحاد المرجع التحاد السعودي مو التحاد السعودي صار تفكرون لو تكترون مهند شنقيطي ولو أني أنا اتحادي بس لما تخلف عن بات المنتخب عاقبو غرمو غرمو وتوقف صح ما يمزحون أنا حسني بألكت اللاعب وش تسوي؟ بألكت أنت سلوب التربية سلوب العقال غرفة الملابس لا صدقي يا أخي يعني يدي صدقي يطلع اللاعب مصاب وش صابت ملاعب لا والله غرفة ملابس فعلا سامان وش تسوي أنا ما دق على ولي أمرا ما دق على أبو شو لي أمرا صدقني تنفع يعني شوفي إذا هو صدق يعني اللي صار فماشيني يعجبني ورلا لازم تطلع تفضح مفهمت؟ على ذكار جي عقول إذا صدق يعني بكرة يطلع تحسك منتحامل يعني لأنه يا أخي لا مباين يعني أحسها صعبة أنه اللاعب يرفض المنتخب يا أخي يعني لهذه الدرجة مني برادة أستوعبها فهمت؟ هذا ما تصير العكس إيه يعني هذا هو أنا لو يعني شكيا قاعد دافع عنه مرة لأني ما أتخيل إنها صدق يس أنا الكلام اللي قاعد تصير ما أتخيل إنه في أحد بيرفض إنه يلعب مع المنتخب فأحس إن فيه شي غضب لن يطلع الحين عد تصريح ولا أحد يوضح لنا وش كل حيثيات الموضوع لأن ترى ما سمعنا من طرف واحد ما ندري طرف اللاعبين أتمنى والله لأن قبل ما يلكجهم إيه لأ أحد يقعلبوها الحين لأ كلمتي يلكج حس هو يظلم سوي كده وبعدين الكورة يعني عندنا الحين قاعد إيش يتولي نشمها هو في الكورة فهمت؟ صدق والله قاعدين الحمدلله شف ذي جميع الأصعي لماذا توي يشمها هو ليه؟ كان غارق بنول آه عشاني أهلاوي آه عشان خلصوا الفوار لأ أنا بخبرك خلصوا الضحك الفقر آه حنا نشمها هو من زبان من زبان يعني بطل الدوري سلماء بيا الحمدلله دوري السنة العالمي لين تخلصون؟ خلاص تفضل الدوري السنة هذه رياض محرز؟ لا لا الاهلي السنة دي عيال كويس حرام علي ممتاز الله كم ترسيبكم؟ الحين الثالث شدوها الثالث كده أقول على شى اسمه صدق والله يعني الرياضاتنا قاعدين قاعدين شموة شفتوا صار قريب السوبر اسباني والدنيا والعالم شى صار نعم صار شي طبيعي تراي بس رهيب بس لا كانت للنهابات ظاهر من أول ما سواها أول مرة تسير برشلونو أول مرة معنش أول مرة تسير برشلونو مدريد؟ لا لا بس ظاهر أول مرة في الرياض لا صدق كانت ملك فعد العام واللي قبله كان في الجوهرة متى كانت برشلونو مدريد؟ العام يوم فاز برشلونو على مدريد ايه وقرب الليقة صح؟ كان مدريد من بعد السوبر هجت معه برشلونو أخذ الدوري؟ ايه اردوها مدريد جسا هذي ولا اردوها بقوة مؤلمة كانت انا ماني متابع صراحة الدوريات وربا بشكل عام هل تحضر مباريات؟ لا والله بس شفت المطاطع وخلصت التذاكر كده هذه المشكلة التذاكر انا ما لاحقت والله بس ان الحمد الله طحت لي في محل مكسرات جيد الحمد الله ايه اوه فصفوس و فصفوس وفي الملحاق الحمد الله اللي وصيتك عليه ايه اللي كنت كتدور معي تذاكر انا دخلت الموقع اللي قيت 56000 الويتنج قلت لها شاكلت الانوال نظفت الملحاق شاب ذكرت شغل مكيف ايه ما مدانو والله يا اخي عادت ذاكر يا اخي بس ان حضور كان انا انصدمت من الشعبية وبعدين يشجعون يشجعون بشكل يعني وحبيبكم مين مادرين مادرين حبيب الملايين مادرين شاهدت ايه 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 انا من المدريدي تصل عساس ان اللاليقة قاعد يتابعوني ايه اللي عشان لا بس احلى شي صار صدقي في السوبر سباي الصافرات الاستهجان الاكروس الاستهجان يا السلامة يا شيخ الله يبرد قلوبه بجد يتباسم لا وبدين يكتب كتب شهر مادرين مادرين يا اخي يدرنا يغلي ايه ايه تدري انا عارف واحد في الاتحاد الاسباني ما تعرف اسلم لا لا مالك ضائف واحد ايه معدد فاتشة ايه اصرب لي خبر ايه ساعتين الليل بعثت ريال مادرين كانوا في الفندق ويجي اتصال داخلي من غرفة كروس وغرفة مودريتش قال اللي يكهر بحاول اجيب تسجيل ايه كان مسؤولنا عادي ايه بس مين المكان مبسوط يمكن لاحظتوها في الملعب لدرجة ان اسجل هاتريك ايه فيني فيني لأنه هو من فغطناك في اسبانيا فاللقى احد غير رائع اخيرا اسلم الكورة ما حد يقول شي ايه اعطيها اللشقرة الابيض ايه ايه امر كروس في المص حمر وجهه ساعتين اعطيه كل شوي لون منفرد فيني يرجع الكروس بس عشان يسمع اسمع لو تيجي الكاميرا على فيني بعد ما يباصي ميت ضحك يقول القوم بيحشر الجمور بس يا اخي رهيب ان يجولك الاسباني ايطاليين يعني تخيلت اليوم في ماما نورا جنبك صاحب صاحب الماركة جنبك ايطالي يتعلم الفطايرة على وصولها طيرت ماما نورا جبن ودخلها شاورمة هيك عادي ينصدم ماذا قاعد تسوون بابريزيو ينزل خبر ات هابنينج اكترا جارلك ماما نورا فلقة واحدة زودتوها كورة خاصة فاشنعت ايه 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 ترمضو الكورة شوي انا حساس فيها الجماعة لا الحيب ما تخطيت صاحب البقلاوة صاحب البقلاوة اللي فزنا بي بس ما احتفلنا يعني شرايك شموخ وعزة والله كلا سادب والله كلا سادب والله كلا سادب اللي مين ماشي سعان اللي يسويتون اللي كن ما احتفلتون اي يا اخي وين طول هذا لا وش بطول يعني مكانه وقيمة نادي الاهلي وقال كذا كورة وكمل ايه لان الموضوع قيل لكم انا فعندنا فقرة اخيرة او عندنا موضوع اخير صار في بداية 24 وعشرين ومعد سمعنا وش اللي صار اخر الفترة ايه اخر خبر عندنا احيات نون الطهي تعتمد الاطباق المناطقية كل منطقة في المنطقة الحيث صار لها الطبق خاص فيها اوك يعني مثلا الرياضة المرقوق القصيم الكليجة او تكون اعترفة محليا وعالميا اوك يعني كل منطقة صار لها اكلة خاصة فيها ايه اوك بسجلة في هياة الطهي هياة فنون الطهي هياة فنون الطهي اللي ان شاء الله يجيبوني عادي تعدد لنا بس الاكلات والمناطق لا طب ايش رايك اجيبها لكم كاختبار تماما بقول بقولها لك لو انت يقول منطقة يلا ان شاء الله ياخذوني تستر عندهم بالهياة الطهي يلا الكلاجة يتعشم لا يا شيخ توقعين لنا طيب الكلاجة قصين اوه اوه مقدم والله الملاحية حايل لا نجران حدود الشمالية اوه عكس تمام البكيلة المين البكيلة حسني قاعد اختلق اسمها بس هذي فعلية مكتوبة البكيلة البكيلة ما اعرف الجنوب الجوف الجوف برضو شمال الصيادية صيادية عندنا عندنا الشرقية ولا عندنا انا و الشرقية زير وطنية لا مكة يا عيان لا الشرقية صيادية اوه يعني صيادية المفروض الشرقية او جدة او ملج منطقة باردة باردة الوج تبوك 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 صيادية والله بالله تبوك عندهم صيادية والله الاذ صيادية ذقتها كانت في او ملج دسكليمر انا زالان انو احنا ما نعرف ايه بحيا بحر حس طلعت اسمه اجمل شواطئ نيوم حس الفقر هذي طلعت ضحالتنا التقافية طب هذي سهلة ايه الحنيد ايه عسين عبهة الجنوب عبهة اختاروا الجنوب بشكل عام الباحة لا عسير 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 طيب الرقش نجران صح اجابة صحيحة للطالب بصامه بازيد لاني كلتف نجران رهيب وش الرقش نجران لا مكون من ايش اذا ماني بغلطان خبز زي المرقوق زي المرقوق يشبه اوكي زي القرصان يعني لا تسفضل تجد تكمل ايه لا 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 يجدوا بداخله الخبز والسمن كل شي قلت هنا انا مهما سعي يعني ما ادري اتوقع فسنا نذيب لحم وخضار و مرقا لا ما في مرقا تعال في الثريد ايه ايه شبه الثريد اللي في التويتر ثريد ويقول ثقافتنا وحلة عطنا اللي بعد الثريد هذا كان من كان الطعام الفضل لدي الرسول صلى الله عليه الصلاة اللي هو خبز واللحم خبز واللحم صحيح عطنا من بعد والترطو الأرز المديني مدينة 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 هل سكور كم هنا؟ ايه في سكور وعبي انا ثمين طيب خبز المقناة جزان جزان عبها لا الباحة الباحة صح ثين واحد صفر لا والله انا قلت عسير ثنين حنيذ واحد صفر قلت عسير والله الحنيذ ايه والله واحد صح ما اعت واحد ايه شجاو بذلك حنيذ عسير فار فار نرجع للفار الحنيذ عسيرية بس لا انت قلت الجنوب وساما قال عسير وساما اليحي الحمد لله ان في فار ساما اليحي قال عسير ايه اه لا عبادي اكل الحنيذ في فار قدر ثنين اثنين على كده ثنين اثنين يلا المغش جزان صح ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين خبر ما هو مصمم انه يكون مسابق اربعة اعتقد انك بيبل حالها اربعة لا لا ما تحسب طاس رح فريق الاعداد رح يقدم لك هدية اتمنى الهدية طبك قلنا السريق طايف 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 خطأ مكة مكة انا انا قلت واحد البارة اول واحد اه باخر السؤال من هي مرضاعة غسول اه طيب لا يقول حليب السعدية قل قل لا تخليها بنفسك طيب وش اكلت الشرقية اه عندك غسام اه ديتوني منعبي يلا ياخد اه اي خدش الهامبورغر كيكة ارامكو الكنعد لا الكنعد ذا في ريد لب موش الكنعد تلعب علينا انت الشرقية اي كل المنطقة ايmpا وامراحقتي في الشرقية ايüyorum وأنا كل المنطقة وفزت بزد في الشرقية انا وال Party الشرقية اذي في القلب الشرقية هذي والله شرقية هذه والله يو والله Audio يا شباب ما اح remains ما اح المنتونة ما عليه نمل القلب نمل البطن طيب الكبز الحسوية خبز الحساوي الله الرز الله الرز قربت كلمتين более كبز الحساوي وزع حسابي انت وش طلعت النجت وش طلعت؟ بمعنكم النجت حطى الكنجت كاملة الرياض مرقوق والقصيم حطوها كليجة وان عندي مشكلة صراحة القصيم حطوها كليجة ليه؟ مرة استيريو تايبنك يا اخي يعني معلاش احس انه يعني اشهر شيء في القصيم بغض النظر ولا احس لا عندهم مطازيز عندهم قرصان عندهم هذه نجت كلها في اشياء كومن ايه؟ صح بس احس يعني يقدرون يطلعون باشياء اخرى في القشت هذاك الحالة اللي عبارة عن تمر مع زبدة مع معروف لذيذ مرة يعني فيها احس الكلاجة جت كده احسها باسيك مرة انت بي يبي كريع اتوقع منهم حنكة اكثر بس ايه يعني ابو سلمان يبغى ماذري مش يبغى انا توقعت قراميش ومصالح معمول هذي ولا وعندها معمول ولا ولا مو بنفسها لا لا فيه معمول معمول مصالح اناثر ومصالح انا ما اعرف اللي معمول افرار حاطة بلا يرزقنا ان شاء الله قاعد والله كلني اشوفك مو واحد من الفروع اقولك من ذاك اليوم انا ادور اصور ان احد ينتبه لي طيب وصلنا للاسف نهاية الحلقة عارف انكم حزينين لا امسك ونسك 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 فيه حلقات جاية فيه حلقات جاية شوفيه اخبار مونع تخلص الاخبار بس انو يبقى اني موذيع و هوست كرياتف لا اي ما انهي كده حسب انه يالله تصبحنا على خير مع السلامة نحط فقرات في الاخير لمسات افشات فقرة اخيرة يعني ايه فيه فقرات معد خش علينا بالفقرات عندنا فقرات حليقة اليوم رح تكون عندنا فقرة جاهزة السنة كل واحد منكم يحب يهدي جاهزة حدث صار السنة السنة او الاسبوعين السنة او الاسبوعين هو كان يسأل لا ايه فيه ناس لا اذا لا يجي الحلقة الجاية بالله او يقلب السداري ممكن اقمر و عندنا فقرات فيلم رح نعطيكم تصليف الفيلم و انتوا بحرف تفاصيل الفيلم تبين حنو نألف فيلم اخي موش ذا الفقرات ايه ايه لماذا حدث انك متفاجئ بالفقرات معنا متفاجئ لان موضوع الفيلم بالنسبة لي لا احسن يعفوه راح يفكر فيلم يعمليه بكرياتيو ماين لا لا بتشوه البداع شفت كل شيء انكتب في الدائري معد معد تمام اعطيتنا الفقرات نبدأ بجائزة السنة نبدأ بجائزة السنة او جائزة الاسبوعين اللي اول سبعين فاربع وعشرين الشخص ولا حدث ولا وشو الشخص حدث فجائزة انا اعطيها الشخص ايه الحلاقي اللي قاعد يحافظ على ما بقى وما تبقى يعني قد ما تقدر تقدر تعطي اي شخص انت شخصا عدايا هل هي الكاميرا تاخذ من هنا او لم اللي اصبحوا من فوق حتى ما فاعدت اه تكفر اه تكفر حد الجاه فيي درون حاكوه يلا نبدأ بجائزة مجمز عليك صوتي ارض قاحنة هو انا المكتب يلله لي جاهز عادي هل يعني عندك كبور الجاهزة اللي عندي صدق يمكن لا عندي منشحين كتير لها لانه هي جاهزة شوية جاهزة مسخرة لأسبوعين Razvo أكرب ر经وhst توني CROSS واله صدق والله إيه ايه تعزيز شباب عطونا وطنية صدق والله مسخره حمر في وسط الملعب كلما يستلم صافرات الاستهجان سمعت اوان في سويدي من الأول بارك فالصدق انه يستاهل مسخره الهي في الوقت عندما ينظر الدرجة يبدو صوته يصير لا انا عادي لماذا عالت والله ناول يا اخي ناول فيستاهل قوتي كروت عطونا الجائزة هنا جائزة مسخره الأسبوعين واجش توني كروت تستاهل يا رشكر يا الأحمر بس شخصنا شوي كيف دفين معنى كنت مدريدي لا انا مدريدي شوف بس هو تكلم عن مين لو تلاحظ ترى ما بتكلم عنه احد على جابري فيغا انت قمت تكسر ايه لا لا خط رحكي ايه خط رحكي جابري فيغا اللعب اللي جال اهلي ايه معروف ايه فهو تكلم في البوس ورد على على الدبل شخصنا لانك تتكلم عن مشروعنا ايه 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 تستاهل تستاهل تروح ولا اروح تروح طيب انا جائز في السنة اوه عندك حق السنة كاملة حق السنة 23 كاملة 23 كاملة ايه بس ما عني مرشحين هادي مسموح عندي جائزة ها التعايش تعايش توقع المين جمين تعايش تعايش كريستيانو رونالدو اوك يا أخي تحس انه ولدنا تحس عندها أرض في العارض اللي يقوم زمان شاري بالخير ايه اسمع شاري بالزمان يوم سعر المتر ايه وكذا ينظر عليهم اللي وايه هذي كان ايام 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 صح صح لاني لاحظت كثير يقولوا وين الخياط لا اعب يمي بالخياط يمي الرجال بتاع بانا بسليش للتعايش انتشفتا يساوي فوق رصيف اين المتمن رصيف ايه يعني الرجل احسه الحين اي لاعب بيجي السعودية يدقى على كريستيانو مو عشان يسأل عن البيئة وانا يسأل وش افضل من دارس العيالة اعرف اعرف لما تروح ببعثة اكبر واحد كلهم يروحون يفطرون عندها اواليا برمضان هذا كريستيانو بالنسبة لهم اعطيه جائزة تعايش والله يستاهل سلمة الجائزة جائزة تعايش كريستيانو رونالدو يستاهل يستاهل والله انا جائزتي يعني بتكون بعيدة عن الكرة وبتكون جائزة سنة صراحة يعني يستاهل اخر اسبوعين وصراحة السنة الماضية كلها كان مبدع جائزة ممثل السنة ممثل السنة ايه وصراحة انا كان في منافسة شديدة استاهل استاهل اسامة كان في اكثر من مرشح الحمد لله المرشح الاول كان اسامة بازيت استاهل في دوره كبائع الكليجف من دوب الليل بالله فاجأتني هذا المرشح الثالث المرشح الثاني ايه وسامة بازيت واو مستحيل مستحيل في دوره في اعلان نوك اقوم استلمها يعني اثقر شوي المرشح الاول والفائز بالجائزة صراحة اللي يعني غطى على الباقين كلهم هو حسون البارقي حسون البارقي قسم بالله مهارات تمثيلية يعطيك اربع شخصيات بالبث لحظاتها يمثلهم رحيم تمثيلة اسطوري شفت ابو نور يا مقلد يا مقلد يا مقلد انا اقول اللي ليش اشتتذكر على محمد عبد وعندي حسون البارقي المشي تدري لو ما حطوا الفيديوان فوق بعض ايه ما انا حسبها الحفلة ترى ميزة انها يتكلم لغات يتكلم برشلونة ريال مدريد يتكلم ايه امامكو يتكلمها الوحيد اللي يتكلم لغة هذي ترى رهيم يعني لا يروس سكر الشرقي يتكلم الفرانش الفرانش اعطاك الرأة هذي استاهل استاهل حسون فاعطيه الجائزة استاهل استاهل واستاهل ما ثلاث سنة معدل الفقرة الأخيرة وش كانت؟ فقرة الفلام فقرة فيلم مش الثالفة بعتاكم انتجاهين تمام فيلم الأول يكون شاب سعودي مسافر عبر الزمن وتصير عليه سالفة وست بس شاب سعودي مسافر عبر الزمن اوكي شاب سعودي مسافر عبر الزمن وعطكم الفيلم الثاني عطينا الفكرة الثانية فيلم سعودي هورور وش معلقة عدها هذي اوه فلم ساودي هورور هورور عارف هذا النوع من الأفلام هورور القصيم القصيم اوكي وشو ودكم شباب مش تحسون مخكم يشتغل هورور ايش اللي جانو را حقيته ولا حنا تحدد توقع ساي فاي دام سفر عبر الزمن ساي فاي فانتاسي اه سفر عبر الزمن وقال ماليش نمزمات هورور اه خلاص انا ودي ارجع للمنطق اذا ساودي سفر عبر الزمن صح يا نردو شوي ورا خيال علم اه خيال علم بغjan ہوره نتخيل شاب سعودي قبل تطبيقات التوصيل يعني مبور ورا سب انا قبلست سنين اي كيف بتكون واضح أن عايش على تطبيقات يعني بشكل كبير أنا صراحة ولا لا هذه ما أنا أدخل في الفيلم واش تبتروح قدام أنا بيروح قدام لا أنا من اشتركت في واحدة من تطبيقات التوصيل وأنا يعني صاير أخجل من نفسي تعرف اللحظة اللي تقفت نفسك اللي هل أنت كسول هالدرجة بس ما أنا أدخل في الفيلم لا بس يا خي لاحظة عندي عندي نقطة على التوصيل مو بشرط أن أنا كسول يا أخي والله لازم على الكسول يا عمي أنا أمس طلبت شاهي من محل يبعد عني صفر فاصلة اللي لو رايح ماشي أسرع اي يعني أنا قد مفتحت للباب ناظر فيني كذا قال لي قال لي قلت لأنتوني كروس يعني عارف بس بعدين عادة لك أنت خلاص انت يعني أسوي تطبيق التوصيل أنت يعني طبعا اي هو اللي بيديب لي الياخت أبطأ بدأ مشروع عصر من تجاي وعندين صرت ولصيل ماشي المشروع لأن صار يأكل الطلبات عشان كني صار يقضوا السيكالات على كنت الصوت قلت أقول للعميل بس بفوق بس بفوق العميل يفتح هذا قاعد يمضى في كتشة من قوة الليل عندوك زيادة موينيز ليش؟ ليش طالب حراك؟ هذا يوصل ويدخل حمام العميل كابتور طالب باك عشر قطع مبتالك قطع بس هذا اللي جاك من دربك من دربك بقيت لكثوم الفيلم طيب فيلم سافر عبر الزمن استلم شاب سعودي شاب سعودي سافر للمستقبل حلو الوين؟ ليستر ما بتودينه انا برجع للكورة شاب سعودي من جيل 94 من جيل 94 توه عايش فرحت هدف سعيد عيران ما سعيد ما ش سعيد؟ ما ش سعيد؟ سعيد هدف 94 هدف 94 توه عايش 98 94 بل جيك شوف هو يحتفل؟ لا بس المعد كعي يسلك لنا وش المعد؟ أقول لك شيك 44 آه ليندا يا أخي عنده أسستن ترى المفروض أن تسمعنا نصوات التكتب عنده أسستر أنا قل عايش الدواب لا عنده أسستن عنده أسستر بشكلها شوائب تدخل واحدة تأخذ مالاش عاد نرجع وسأوله ما حسفين لي شيء نرجع من 4 ساينة يعني متاكدين حلم المعلومة ما حتاج تستوي فاك شاك نرجع للفيلم هو توه ما احتفل بالهدف لازم فيه تويست يا أخوي أصبر يا أخوي 94 يا أخوي أصبر بيجيك تويست لا الحين هنا رقابه عطوه تويست نرجع عشان ما قص الرقيب طيب 4 ساين توه جاي الهدف هو مبسوط يحتفل من كثير ما هو يحتفل لا يطرب قامة سكتها وش القامة هي غيبوبة غيبوبة بسم الله يفتح عيونه عام كم هو كان 94 ايبو 4 و20 يشوف كريسيانو بالمصر بنزيما بالاتحاد بس مش كما يعرف لك كريسيانو ولا بنزيما راح تويست لا ما ما حبيت ارجع هذا مرض واحد مسافر عبر الزمن حتى مسافر عبر الزمن ما دم اي اي هاااااااااااااااااااااااااة والله صراحة الجملية يشكر عالمشاركة اي 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 انا مشكلة عنfps عليه ضغط المشاركة يطلع على اسوأ لا لا روح روح بس ورني يرجع هو الشو واحد يرجع بالسبعينات الله تعيني على الزبو عبدالله طرام الداحة الله ما دلاله لس جبالي طرام الداحة وترى كاي بيروح كورة لحين أنت وديتها طرف لا لا ما كنت بكورة أنا بيبعد عن الكورة عادي أنا أعطيك هو يرجع السبعينات ويشتري أراضل علي كلها ويطيح العقار يصير التوسع الرياض جنوب يروحون جنوب السويني أفخم شي العزيزية نار ومجهلس بالحالة تصير العليا زي بمبانة الحين بعيد نيس ويقال أصايد الجو ها أوكي هذا فيلم الحين أعتقد هذه مشكلة نضج الأفلام السعودية حملنا المعد بشخصاً طيب أنا عندي هنا المودبورد يا شباب وجزأت الفيلم قلنا القصة أنه واحد يرجع السبعينات باكب تحب بكل الفيلم من البطل كيف الأحداث أنا عندي تلاحظة رضا هو الحين معدله يبغى اسم الفيلم ويبغى أنه كترجعت في السبعينات ونفس الفكرة أنت قلتها أنه وش قلته خذ أراضي أو شيء؟ أصبر ممكن أن تتطور أحسن من أراضي طيب نحطها في كده أنا أنا أقول لك أوكي ليستر واحد خمسة وثلاثين ستة وثلاثين أمر موظف قطعة خاص ألو؟ قطعة بنكي؟ لا لا قطعة خاص وطفش من كثير ما يقولون لا ما قلنك شاي ذي كليا ها عرفته ذي؟ خلاص قرر منه يسخر حياته في صناعة هذه العالم صناعها هذا أكت ون كيف معد؟ آه سوفار سوض سوفار سوض يالله أنت كام لو أنت فالآن عرفنا الوانت أي بس أنه يبيشتري الأرض لا هو يبيتخلص من الفقر مو الفقر من اللي يقولون يقولون والله هذيك الأيام وانك شاعري خلاص يبي يوقف هذا هو رجع بالزمن لكن أحسن مفروض يكون أكبر شوي خانقول نقول خمس وخمسين كبرك نقول خمس وخمسين وش دراني أنا شكرا على آلة الزمن في البيت اي خمس ورمين الصلاح هذا ليش ممكن رفا يروح المستقبل ويرجع أنا برجع بالزمن أشتري أراضي وأشتري نفس السيارة صارت الزد قاعد بيت كليل الجبل طيب أنا أسمع أسمع أنا أقول سالفة قلنا كب عمرها؟ 45 وش أنا أقول سالفة عبر الزمن ذيك السفر عبر الزمن أحسنها قرر وشو تحتاج لها توست خطير هنروح مع الهورور اللي بالقصيم بس بيقول كلمة هورور أنا أقول لك هورور بالقصيم عندي فكرة ش رايك باللي يد من جل ثنين مع بعض أسلم ساي فاي مع هورور ساي فاي و هورور شاب حدو في مقتبل العمر نعم ونابغة نابغة وطلع الفضاء هلو؟ هلو هذا منها أغراضة وش فيها أغراضة؟ هيك ليجن الفضاء حدث شيء لم يكن في الحسبان ترى أنا لما نابركم ما عندي تكملة آه طيب أول شيء أنا أزيد تفرقيه عشان يتحمس المشاهد صاروخ الفضاء أيوه؟ أين صنع؟ أين؟ يابانية مغبر وفي ربل من مسح أيوه؟ بحد المسح سواق الصاروخ لا تلمس قبل ما يطلق الصاروخ يلتفت على الجمل ما سربان لا تلمسه الصاروخ قل عادي كي ده في كلتش يزعق الصاروخ هلو من بعد ما زعق ونطلق مع الكليجة حلو أسلم عبادي صار شيء في الكليجة يعني الكليجة تعرض بها جديد هو صار في الكليجة هو طلع ولقى كائنات فضائية فوق شافوا معاه هذه الليوووو مبهرو من أين أتيت بهذا؟ مدري هو يتكلموا لغة عربية فصحة مدري أنا أحس أن الكائنات فضائية يعني يتكلموا لغة عربية فصحة صح؟ ني من أين أتيت بهذا يا فتى القصيم فهم يبهرو صحيح هاي لأنه هذه بالنسبة لهم لا هو واضح من فلتر الكلب اللي هو حاطه دبت تويتر مالي أسأل نفكم بهم من أين أتيت بهذا يا فتى القصيم عينونا والي عندهم لأنه جاب شيء والي لا هنا راح الجهلية ما راح مدري يعينونا المفروض الفضائيين متقدمين أكثر مننا هم ساخروا للفضاء وين الهورور أصبر يقول موش يصير هنا عبادي يتوهق الحين طيب موش يصير قطعة الكليجة هذه يوم عدة الغلاف ماش تسمونه الغلاف الجوي ماش صار لها تأثرت بعض الشعاعات عطني مصطلحات سيادة أو التراب الفضائي التراب الفضائي ماش شعرف ماك ماك الغبار الأرض الغبار غير الغبار الفضائي فتفاعلت معها أيبا فهو ما در أن تفاعلت معها أكل لقطة مساعد الطيار ما أكل فهو بدأ يتحول صار قرد لا صار كليجمان كليجمان يعني اسم فيلمنا كليجمان طيب أعطيك العافية معدة على الأفلام وعلى الأفكار الشباب صراحة هبدوا أفلام أنا ما كنت أتوقع واحد يقول لك شرايك كليجمان يا عمي شرايك إيش والله ما أدعمني معطيك دور بطولة والله أبشر صدقني هذا البرينستورمي اللي الله حرمنا بنا فيلمكم تيك توك ما نزلك يا رجب ما نزليش شو تعوى شباب لاحظة أنا مخرج سعودي خنقلنا صارت مين رح يكون كلها جمان يوسف تخيل يوسف تخيل أحسي ناس بجاة نظر يعني أقرب ممثلي يتقن اللهجة يعني مين أبو خلي والله أبو خلي صح أبو خلي طيب وش النهاية هم كنه يجب قدرات هورور يطلق دبس في اليده والله الشباب أنا لاحظت أنه ما له في الأفلام شباب هبيدة أنا سبيهم الهبيدة يا أخي راعي بذوقي يا أخي أنه راعي قاعدين كذا ترعى سريع ترعى سريع والله ما في إعداد ولا شيء ماجس تقولي أنا ككلاينت ما شرعت في المكان لا لا اللي أنت لو أنك راغب ايه و المشتهي يقطع المستوي ما شرعت واحد يقولي يطلع بربل و يطلع كذا والثاني يقول لي ما شرعت بكرة لأنتجناها ايه شفتها باربا والله ما تضرب ايه تضرب ليه جمان هذا ترى أنا كنت موجود أول ما فكره بي هذه الأفلام لي تضرب أصحابها ما تضرب هي ويرجع بالزمن يأخذ الفكرة حلو أعطيكم العافية جميعا شرفتونا صامر بازايد بصارة صامر يحية معدلا شكرا والله تعبناك معنا اليوم بيبي تعبك راحا شكرا ليندا شكرا لك عبادي شكرا مايكس شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك